نجح بوتين في تفادي لدغة العقوبات الغربية محصنا نفسه بالخطباء التي وضعها الكريملين أو ما يعرف بخط الاستيراد الموازي فلا الصواريخ على كيف توقفت ولا تضفق البضائع الغربية من رقائق الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى موسكو توقف فما السر؟ باختصار نجح بوتين في الالتفاف على العقوبات سالكا أبوابا خلفية عبر الصين وتركيا وكزاغستان هو ما يعرف بدول الاتحاد السوفياتي سابقا وأيضا بلاروسيا وأرمينيا ليلقى الضوء هنا على شركة مقرها في هونغ كونغ تدعى بوكتا جلوبل ولديها روابط بالخدمة الباردية الوطنية في روسيا سمحت هذه الشركة للروس بطلب سلع من الشركات الغربية مثل نايكي وزارا وأتش أند أم ليتم تسليم هذه البضائع وفق خطة بوتين إلى المستودعات في هونغ كونغ أي عبر دولة ثالثة قبل شحنها إلى العملاء الروس وفق صحيفة The Times ولكن السؤال الأهم هنا كيف استطاعت موسكو الصمودة إلى الآن في حربها على كيف بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب خصوصا وأن برنامج تاجها للصواريخ يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الغربية المحظورة أصلا على الروس الجواب يكمن في العلاقات الوثيقة التي تجمع موسكو بالدولة السوفيتية سابقا وهي كازاغستان حيث لعبت الأخيرة دورا محوريا من خلال تصدير التكنولوجيا اللازمة لروسيا في هجماتها على كيف والمدن الأوكرانية الأخرى وبرغة الأرقام صدرت كازاغستان أشباه الموصلات المتقدمة المعروفة بسامي كوندكترز والتي تستخدم في أنظمة الملاحة المخاصة بصواريخ كروز بقيمة ثلاثة ملايين وسبمائة ألف دولار العام الماضي إلى روسيا بزيادة قدرها ثلاثمائة ضعف عن ما قبل الحرب وفق ذا تايمز لتذهب الصحيفة أبعد من ذلك وتشير حتى إلى الدور الصيني في هذه الحرب عبر تزويد بكين موسكو بالرقائق الدقيقة وغيرها من التقنيات المتقدمة